أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن العلاقات التاريخية والأصيلة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وصلت إلى مستوى متميز نفتخر به وأن هذا التعاون أرساد عائمه الآباء والأجداد وابطدته العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه والقائمة على الإيمان الراسخ بوحدة المصير والهدف وأهمية النهوض بعملنا المشترك بما يحقق آبالة وتطلعات شعبي البلادين في الاستقرار والتقدم والازدهار جاء ذلك في كلمة معالي وزير الخارجية في اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت والذي انعقد اليوم بدولة الكويت الشقيقة وأضف معالي وزير الخارجية في كلمته أن العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ولدت لدى المواطنين في البلدين شعورا بأننا كيان واحد وجزء لا يتجزأ من بعضنا البعض ومن ضمن مجموعة متناسقة فكرا وعملا في منظومة مجلس التعاون وأن التطورات السياسية المحيطة بنا وأوضاع الاقتصاد العالمي بتحولاته العميقة وما تضيفه من تحديات تدفع إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز آليات العمل المشترك في التكامل الاقتصادي والتنموي في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات مما يتطلب التحرك بخطوات تدريجية قائمة على المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما يحق أهدافنا في التكامل ويحمي إنجازاتنا ومصالحنا المشتركة وأشهد معالي وزير الخارجية بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت مراهيم آل خليفة قرينا جلالة الملك حفظه الله ولجنة شؤون المرأة بدولة الكويت برئاسة سمو الشيخة لطيف الفهد السالم الصباح موجها معاليه الدعوة إلى جميع مؤسسات القطاع العام الخاص والأفراد بدولة الكويت الشقيقة للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت مراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة منوها بما وصلت إليه المرأة الكويتية من مكانة مرموقة في ظل دعم ورعاية قياداتها الحكيمة وكان معالي شيخ صباح الخالد الحمد الصباح النام الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت قد افتتح أعمال اللجنة العلي المشتركة للتعاون بين البلدين بكلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتحديات صعبة تفرض المزيد من التعاون في جميع المجلة مجددا موقف دولة الكويت الراسخ الداعم تماما لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ الأمن والاستقرار فيها هذا وقد تم بعد انتهاء أعمال اللجنة التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهة التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية وفي مجال الطاقة الكربائية وبشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية كما تم التوقيع على ثلاث برامج تنفيذية في مجالات التربية والتعليم والثقافة والفنون والأثار وحماية البيئة بالإضافة إلى محظر اجتماع اللجنة الذي تناول آليات التعاون المشترك في العديد من المجالات